أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى الحرص خلال العمل على تشكيل الحكومية على اختيار أفضل الكفاءات الوطنية ذات الخبرات الكبيرة بما يمكن من مواجهة مختلف التحديات اسمحوا للحقيقة في البداية طبعا أننا أنتهز الفرصة أننا أوجه الشكر لفخامة الرئيس على تجديد الثقة في شخصي وتكليفي طبعا بتشكيل الحكومة الجديدة وللحقيقة يعني قعدنا فترة يعني كان مهم جدا واهتمام شديد باختيار أفضل الكفاءات اللي تكون قادرة إن شاء الله على العمل والإنجاز في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها النهاردة كدولة مصرية سواء طبعا نتيجة للأزمات الخارجية الغير مسبوقة والوضع الداخلي وعشان كده يمكن الحقيقة كنت حريص كل الحرص في عملية الاختيار إن احنا نكون بنختار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية أيضا تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكلفات اللي فخامة الرئيس وضحها في خطاب اللي وجهولي في إطار تكليف الحكومة بالمهام الجديدة